ان هو تعامل مع الاحداث التي وقعت امام سبيرو مساء الاحد الماضي بنفس الطريقة التي تعامل بها حتى الان مع ما اصطلح على تسميته احداث الفتنة الطائفية فحين تسيل الدماء بهذه الغزارة ويصبح القتلى والجرحة بالعشرات وتحرق مدرعات الجيش والشرطة لابد من وقفة جدة لمراجعة الاوضاع قبل ان يفلت الزماء لن يجدي كثيرا في لحظات حرجة كهذه اعادة اكترار جدل تقليدي اظن انه بات عقيما بحثا عن صاحب المصلحة في مجرى ويجب ان يستبدل بنهج حازم لمحاكمة كل الخارجين على القانون ايا كانت هوياتهم ومعاقبة كل المهملين في اداء الواجبات لذا اعتقد انه لن يكون من الملائم رؤية ما حدث في نفس السياق الضيق لملف الفتنة الطائفية وانما يتعين فيهم السياق الاوسع لملف المستقبل المصري بعد ثورة يناير ولان في مصر الان ملفات اخرى كثيرة تضاف الى ملف الفتنة الطائفية المشتعل وعدي عدد الملفات ولانها جميع الملفات مترابطة فلما لم تعالج كلها كحزمة واحدة فلن ننجح في معالجة اي منها على الاطلاق لذا اقترح ان يشرع المجلس الاعلى في اتخاذ الاجراءات التالية فورا واحد اقالة محافظ اسوان الذي تصرف في الازمة الراهنة بطريقة غير مسؤولة توسي للحكومة والدولة المصرية معا اثنين الاسراع في اعلان الحدين الادنى والاعلى للاجور والبدء في تطبيقهم في اقرب وقت ممكن ثلاثة الالتزام بموعد نهائي لتسليم السلطة الى مؤسسات مدنية منتخبة لا يتجاوز نهاية شهر يونيو المقبل اربعة اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة قوية مستقلة ومحايدة تطرح جدولا زمنيا يتضمن موعد محددة وملزمة لاجراء الانتخابات ادرك ان اتخاذ اجراءات على هذا المستوى يتطلب بصيرة نافذة ورؤية تخرج عن الدروب المألوفة وهو ما اطالب به تحديد وبوسع المجلس الاعلى لقوات المسلحة ان صدقت النوايا حقا ان يصدر اعلانا دستوريا جديدا خدوا بالكم بقى الراجل بيلخص رؤيته الخاصة واللي بنحترمها ونقدرها جدا شاء من شاء وابا من ابا بوسع المجلس الاعلى لقوات المسلحة ان صدقت النوايا حقا ان يصدر اعلانا دستوريا جديدا مدروسا بدقة اكبر هذه المرة يتبنى فكرة تشكيل هيئة تأسيسية وطنية تكلف بصياغ الدستور جديد خلال فترة لا تتجاوز شهرين على ان تجرى انتخابات برلمانية اعتبارا من اول يناير لكن بدون مجلس شورى ايه لازمته او بنسبة الخمسين في المئة المقاعد للعمال والفلاحين وانتخابات رئاسية اعتبارا من اول ابريل او مايو المقبل على اكثر تقدير وان تسلم السلطة الى المؤسسات المنتخبة يوم واحد يوليو القادم على اكثر تقدير حينئذ يمكن للمؤسسات المنتخبة ان تشرع في تنفيذ برامجها وسياستها بما في ذلك تعديل الدستور نفسه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور نفسه اللزم الامر يعني هنعمل الدستور في شهرين نبدأ الانتخابات البرلمانية في اول يناير انتخابات برلمانية لمجلس الشعب فقط دون مجلس الشورى انتخابات برلمانية بدون خمسين في المئة فلاحين وخمسين في المئة عمال وبعدها تبدأ الانتخابات الرئاسية وتسلم السلطة في اول يوليو على اكثر تقدير ده رؤية الدكتور حسن نفع اذا طلب المجلس الاعلى من شعب مصر بعد ان يلزم نفسه بجدول زمني بهذا القدر من الوضوح وقف كل اشكال التظاهر والاحتجاج ومنح الحكومة الجديدة ما تحتاجه من وقت وهدوء لتنفيذ تكلفاته اعتقد انه سيرحب تماما سيرحب تماما اما اذا استمرت الامور تسير على النهج نفسه الذي يتسم اما بالاستهتار او بالغفلة فنحن مقدمون على كارثة دكتور حسن نفع بلغ شهادته لكم والتاريخ ونقلناها عنه ونحن بها مؤمنين نحن بها مؤمنين نحن بها مؤمنين تماما 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 وبالله عليكم ما تفعلوش مقولة مبارك اما انا واما الفوضى اما انا واما الفوضى بجد رؤية خارج السياق وخارج السندوق وتصب في مصلحة حقيقية لهذه البلاد عشان نخلص بقى يلا بينا على بركة الله نبدأ محطة مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة